اشتركوا في القناة بحيث أننا تدربنا على كيفية وصف مجال حضري فقد قمنا بوصف شكل الحي الذي ينقسم إلى نوعين الحي العتيق المتميز بأزقة ضيقة تستقطب السياحة نظرا لأصالتها وطابعها التقليدي بينما هنا الحي العصري شوارعه واسعة تتقطع على شكل مستطيلات أو زوايا قائمة كما قمنا بوصفه من حيث المكونات والوظائف وقمنا بتحديد هذه الوظائف فعلى سبيل المثال قلنا البرلمان وظيفته سياسية والمسرح وظيفته ترفيهية تثقيفية أما درسنا لهذا اليوم فسنتعرف من خلاله على نماذج من الأنشطة البشرية إذن تعالوا معي أحبائي لنتعرف أهداف درسنا الهدف الأول اكتشاف النماذج من الصناعة التقليدية والصناعة العصرية بالمدينة الهدف الثاني أتعلم خطوات دراسة نشاط صناعي وتجاري ثم أنجز دراسة حول موضوع مماثل إذن نبدأ حصتنا أحبائي بعنصر أمهد لتعلمي نلاحظ الصورة ماذا يوجد عليها؟ شجرة الزيتون المباركة قد ذكرت في القرآن الكريم إذن أعرف أن الأنشطة البشرية متنوعة في الوسط الحضاري هل أعرف المراحل التي يمر بها كل نشاط؟ طبعا سنجيب عن هذا السؤال من خلال الأنشطة المقترحة في فقرة أمارس تعلمي إذن سنتعرف مناطق إنتاج الزيتون لاحظوا مع تلاميذ الأعزاء الخريطة الموجودة هنا أمامكم ماذا تبين لنا؟ إذن هي تبين لنا أهم المساحات المزروعة أو المغروسة بشجر الزيتون أين توجد؟ شمال المغرب وهي المشار إليها للون البني هنا وهنا أيضا طيب ولكن هناك سؤال أين توجد أهم المناطق المغروسة بشجر الزيتون؟ ولماذا؟ إذا لاحظوا معي هنا ماذا يوجد أمام هذه المناطق المغروسة بشجر الزيتون؟ إذن هي توجد أمام أودية هنا هذه الخطوط التي نراها هي أودية تبدو لنا المناطق المغروسة بشجر الزيتون مجاورة للأودية بحيث تمد أشجار الزيتون بما تحتاجه من مياه الآن نمر إلى الفقرة الموالية لنتعرف استغلال الزيتون كنشاط بشري تقليدي طبعا أول مرحلة في هذا النشاط تبدأ بعملية جني الزيتون الموضحة هنا على الصورة ويتم تسويق بعض منه من طرف باعة متجولين والبعض الآخر يتم إرساله إلى المعصرة لتستخرج منه زيت الزيتون أما البعض الآخر فيباع في الأسواق للاستهلاك طبعا سؤالي هنا هل الطريقة التقليدية في استغلال الزيتون تكفي لتلبية حاجيات السكان المتزايدة؟ أكيد أحباء أن هذه الطريقة التقليدية لم تقدم إلا كمية ضئيلة وبسيطة من الزيتون أو زيوته بحيث أنها لن تلبي حاجيات السكان إذن لا بد من وجود طريقة مساعدة وهي الطريقة العصرية إذن نتعرف استغلال الزيتون كنشاط بشري عصري بمعنى عن طريق المعامل والتقنيات الحديثة كما يتضح لنا في الصورة تصفية الزيت داخل معمل إذن نلاحظ تجهيزات المعمل في الصورة هل يدل ذلك على إنتاج كبير؟ أكيد أن هذا المعمل بآلاته المتطورة سيوفر كميات مضاعفة من الزيوت أكثر مما توفره المعصرات التقليدية طيب ولكن ما الذي يدل في الصورة على أن أجهزة تصفية الزيت تعمل بكيفية آلية؟ الجواب بسيط وواضح طبعا من خلال الصورة وهي أننا نلاحظ أن المكان خال من العمال واضح؟ أقارن مظاهر النظافة بين المعمل العصري والمعصرة التقليدية إذن مقارنة بالنسبة للنظافة فالمعمل العصري طبعا يتوفر على آلات عصرية تمكن من مرور الزيت عن طريق مثلا قنوات أو أنابيب طبعا تحول دون تلوثه في حين أن المعصرة التقليدية هي معرضة للتلوث لأنها توجد بالهواء الطلقي ننتقل الآن للتعرف على بعض إجراءات تطوير صناعة الزيت إذن نبدأ كعادتنا بملاحظة الصورة التي توضح لنا ماذا؟ ماذا يوجد على الصورة؟ يوجد على الصورة باحث داخل مختبر يقوم بالبحث العلمي إذن ما هو البحث العلمي؟ البحث العلمي هو توظيف الطرق العلمية لتطوير صناعة مستخلصات الزيتوني وجعلها أكثر جودة وتنوعا طبعا وجاذبية للمستهلك ولكن هل البحث العلمي دور في تحسين جودة الزيت؟ وطبعا كيف ذلك؟ البحث العلمي يسعى للرفع من جودة المنتوجي أكيد مثلا إذا كانت زيت الزيتوني ممزوجة بأنواع أخرى من الزيوت فإن البحث العلمي يستطيع أن يكشف ذلك وننتقل الآن للتعرف على التسويق العصري لمنتوجات الزيتون أمامنا الآن صورة تمثل ملصقا لإشهار الزيت وهنا أيضا صورة أخرى إذن ألاحظ العناية التي تقدم بها المواد المصنعة المستخلصة من الزيتون إلى المستهلكين نلاحظ إذن سؤالي ما هي وظيفة الإشهار المتعلق بهذه المواد؟ طبعا الإشهار له دور مهم في التعريف بأي منتوج وذكر مميزاته لماذا؟ لكي يجذب ويستقطب المستهلك واضح؟ والآن نصل إلى ملخص الدرس تتنوع الأنشطة البشرية بالمجال الحضري فهناك أنشطة الصناعة التقليدية والعصرية والأنشطة تجارية وتجمع الأنشطة المرتبطة بإنتاج الزيتون مثلا بين أنشطة متعددة تبعا لتعدد مراحل الإنتاج كجمع المحصول وإعداده وتوزيعه وتتم هذه الأنشطة بشكل تقليدي أو عصري وتجمع بين ما يمارس في المجال القروي وما يمارس بالمجال الحضري وفي الختام أحباء التلاميذ أدعوكم لإنجاز هذا النشاط التطبيقي في هذا المعمل تصنع قنينات من البلاستيك بهدف استعمالها لتسويق الزيت أذكر صناعتين متكاملتين مع صناعة المنتوجات الزيتية تقومون بإنجاز هذا النشاط التطبيقي ويرسلوا عبر بريدي الإلكتروني إلى هنا أحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا بالجد والاشتهاد نرتقي ونتجاوز العثرات وفقكم الله تلاميذ الأعزاء ودمتم سالمين اشتركوا في القناة